قال أن أبو موسى الخولاني كان مستجع بالدعبة وكان من أهل اليمن وأوقد له الأسود العنسي الذي كان في اليمن والتي تنفع ادعى النبوة اوقد له النار وجعل الله هذه النار بردم السلام عليهم فدع عمر أن يرى هذا الرجل الذي يقول شابها أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فشابها رأى عمر في المدينة كان قال قيل جاءت امرأة مرة كانت زوجته مطيعة وكان يسلم قبل أن يدخل في الدار فتسلم عليه ترد عليه السلام فيدخل في نافة ترد عليه السلام فيدخل الغرفة ترد عليه السلام مطيعة له مستجيبة له عايشه زي ما يقولون ما شاء الله سمنه أسر فجاءت امرأة عندها هذه امرأة أبو موسى الخولاني قالت أن أبو موسى لحظه عند الأمير ليش ما تطلبين من أبو مسلم ليش ما تطلبين من أبو مسلم أنه يكلم الأمير والأمير يعطيه خادم يخدمس رجحت فعبتها فجاء مرة وسلم مارد ترسل واقترب وما سلم دخل البيت مارد ترسل عندها علم عندها علم وأول ما قات له قات لماذا تأتي لي بخادم وأنت تعرف الأمير فعرف أبو موسى كان زوجته مطيعة مم سهد عليكم اليوم فعرف أن فيه امرأة جاءتها فخببت عليها أعوذ بالله وكان واستجاب الدعوة فدع عليها فقال اللهم من أفسد علي زوجتي اللهم فاعمي بصراحة لا إله إلا الله فكانت تلك المرأة عند أهلها تقول لهم السراج انطفى قال ما انطفى السراج قالت ما أرى شيء دعوة مظلوم دعوة مظلوم فعرفوا أنها دع عليها أبو موسى الخولاني وأنه كان من أستجاب الدعوة أبو مسلم أبو مسلم سبحانه أبو مسلم الخولاني جيد فجاءت متهذرة فدع عليها فرد الله لها فصراحة سبحان الله نعم فالفاسق يشمل فاسق والفاسقة طيب هل ممكن يكون أن لا يكون شخص يكون مثلا حساب في تويتر يكون صحيفة ممكن تكون قناة تنقل أخبار غير صحيحة يعني هل ممكن تكون أشياء ليست بشرية مع وسائل التطور وسائل التواصل الحين يشمل ذلك ما المعنى يشمل جميع من يفسد قلب الإنسان هذا حقيقة فاسق